دكتور محمد درست معهد الأمن القومي بتل أبيب أوصت بأنه يتعين على إسرائيل أن تسعى بسرعة إلى التوصل إلى صفقة الرهائن والتي تتضمن وقف إطلاق النار بشكل دائم برأيك لماذا تماطل إسرائيل في التوصل إلى هدنة إنسانية وإلى التوصل لوقف إطلاق نار بشكل دائم لأن الحكومة اليمينية المتطرفة في إسرائيل برئاسة ناتنياهو مستقبلها أصبح مرتبطا باستمرار الحرب في غزة هذه الحكومة أصبح يسيطر عليها الآن طيارات يمينية متطرفة أفكارها هي أفكار عقائدية وأيدولوجية لا ترتبط بالضرورة بالمصلحة الوطنية هذه الأحزاب هددت بالخروج من الاعتلاف الحاكم إذا توقفت الحرب إذا تم التوصل إلى صفقة للأسرة إذا لم يدخل ناتنياهو إلى رفح فبالتالي ناتنياهو هو أيضا أصبح أسيرا لتوجهات هذه العناصر اليمينية ونتنياهو يعلم أنه لو سقطت هذه الحكومة فسوف يصبح مساءلا أمام الرأي العام الإسرائيلي ليس فقط ما يتعلق به هجمات 7 أكتوبر ولكن ما يتعلق بقضايا الفساد قبل ذلك وربما يتم محاكمته إلى آخر وبالتالي عدم الوصول إلى هدنة عدم التحرك السياسي أصبح له أهداف سياسية ترتبط بالمستقبل السياسي لنا تنياهو ترجمة نانسي قنقر